تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثة عبر قناة سيرفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى كثير في هذا السوق كانت واضحة العودة تاعت اللاعبين لفرقهم السابقة وربما أشهرهم كريستيانو رونالدو لوكاكو إغريزمن تلك نجوم كبار حققوا كثير في مسيرتهم والثلاثة عم يرجعوا لأنديتهم السابقة وفي أسماء أخرى ومتوسطة وصغيرة أيضا جميعهم قرروا يعودوا لأنديتهم موسم العودة صيف العودة للبيوت الأصلية لللاعبين لكن في الماضي كان في كثير مثل هذه القرارات لاعبين رجعوا لأنديتهم بعضهم رجع رجع بارد ما عمل فارق وما عرفنا إنه رجع أساسا وبعضهم لما رجع صنع تاريخ وصنع فارق مستحيلة مني سيانو في توب 5 اليوم هنتكلم عن الخمسة اللي رجعوا وصنعوا فارق وصنعوا تاريخ وكان صعب جدا ننسى عودتهم نبدأ مع أخوان رومان ريكلمي اللعب اللي جاء لبرشلونة في 2002 مسيرته الدهورة جدا من أول يوم لأنه فاينغال ما كان راضي عن التعاقد معه كان في خلافات كبير مع الإدارة احملت قصة جمعة شرحت هذا الوضع تماما تقدروا ترجعوا تشوفوها رحلة فياريال وجد نفسه تألق الناس أدركت شي يعني ريكلمي لكن في 2007 أيضا دخل بصدمات مع المدرب انتهت فيه إنه يرجع لبوكا جونيورز وكانت عودة رائعة عودة ممتازة لعب هناك سبع سنين لحتى 2014 سجل 44 هدف فاز في الدور مرتين وفي كأس الأرجنتين مرة والأهم من ذلك كله إنه قدر يقودهم لليبرتادورس من أول ما وصل وحقق محهم اللقب فاز على جريميو في النهائي وركل ميكان بطل النهائي سجل ثلاث أهداف هدف في لقاء الذهاب وهدفين في لقاء الإياب ليرسم ويخلد صورته كلاعب عائد منتصر إلى بوكا جونيورز وفي قصة أنا بحب أذكرها ربما تأثيره ما كان عن مستوى الألقاب لكن أنا بحب طريقة عودته جيرمن ديفو بين 2004 و2008 كان من أفضل المهاجمين الموجودين في إنجلترا عم بيعيش فترة ممتازة جدا في فريق توتنهام لكن في 2008 هاري ريدناب كان مدرب بورتسموت وكان وقتها بورتسموت عم بشتري لاعبين ومعه فلوس قبل ما يدخل طبعا بالإفلاس وتبين كل تلك الفلوس اللي عم تندفع مغامرات مالية مجنونة هاري ريدناب عم بيقنع توتنهام يعطوه جيرمن ديفو وافقوا صدمونا بورتسموت بشراءه وصدمنا أكثر توتنهام بالاستغناء عن مهاجم أساسي في المنتخب الإنجليزي حلاوة قصة العودة إنه بعد سنة وحدة بس هاري ريدناب صار مدرب توتنهام وأول لاعب قرر يشتري مرة ثانية جيرمن ديفو لكن بورتسموت قال لهم لا ما منعطيكم يا بالسعر الأطاتونية بدنا نربح مية في المية فيه كان بورتسموت دافع تسعة مليون رجع باعه لتوتنهام بما يقارب تمنتعشر مليون لكنها عودة كانت ممتازة جدا ديفو لما رجع سجلت تسعة وسبعين هدف منها سبعة عشر هدف في خمس وعشرين مباراة أوروبية كان فعال في أوروبا ديفو كان من الأساسيات بناء توتنهام الحالي لأنه ساهم كثير فيه كسر ظاهرة التوب فور في إنجلترا وقيادة توتنهام إلى دور الأبطال ولأنه في التصفيات المؤهلة لدور الأبطال أيضا حسم وساعة توتنهام يوصل لدور الأبطال بعد غياب طويل وكانت تلك بداية توتنهام اللي بنعرفها اليوم وللعلم عن الهام الشيك ديفو مزال بيلعب مع نادي رينجولز إلى سكوتلندي أما رقم ثلاث فهو لاعب رجع ليوناتد مارك هيوز رح لبرشلونة أموره ما كانت تمام أبدا هناك عانى ذهب إلى بايرولومين اخترك بصمي لكن مش تمام في سنة 1988 مارك هيوز بيطلقى اتصال من مان يونايتد رجع لناديك تعال إحنا بنعرف نستفيد منك رجع وكان مساهم أساسي في بدايات مان يونايتد العظيم تحت قيادة سير أليكس فريكسون لقبين دوري على لقبين كأس اتحاد على لقب كأس رابطة على لقب كأس أوروبا لأبطال الكأس واللي كانت المصادة في أنه مارك هيوز بيواجه فيها برشلونة الفريق اللي ما أعطى فرصة أو الفريق المعرفي لعب معه حتى أكون دقيق بالكلام وهناك مارك هيوز بتقلق وبيعمل شيء كبير جدا وبسجل هدفين أمام برشلونة في النهائي اعتبرتها الصحافة كلها أنا ذاك انتقام مباشر من هيوز من فريقه السابق برشلونة وللعلم اللي سجل هدف برشلونة كومن لاعب سجل بعد عودته 116 هدف لاعب كان بالتأكيد من أحجار الأساس اللي بنى عليها فريقسون إمبراطوريتو الكبرى ننتقل لرقم 2 عودة ممتازة ما كنا عارفين أنه رجع جرارت بيكي بيرجع لبرشلونة عام 2008 بخمس مليون يورو فقط عودة هادئة كثير ما في توقعات منها لكن أول ما بلش الموسم بدأ الكلام يصير هذا المدافع ممتاز ونهاية الموسم الجميع عرف أنه اللي صار كبير كثير اللي صار رهيب سداسية من أول موسم بيكي كان دائما موجود لبرشلونة في عز مستوى كل ما حقق دور الأبطال لمستوى بنقدر نحكي برشلونة كل مرة حقق في دور الأبطال كان بيكي مدافع بمستوى 2009 2011 و2015 خدم النادي كثير ومتوقع يخدمهم من بعد عودته اللي كانت في 2008 15 سنة وتخيلوا 5 مليون لما تدفعهم عشان 15 سنة بطلع كأنه النادي دافع 300 ألف يورو فقط في السنة الوحلة مش هذا كل شيء بيكي كان صوت إعلامي قوي لبرشلونة في مواقف معينة وفاقض كل ذلك هو رجل تاجر ورجل ممتاز ويروج كثيرا أنه حيكون أحد المرشحين يوما ما للفوز برئاسة نادي برشلونة وربما تكون في الدورة الانتخابية المقبلة ويكون فيه ثقة كثير كبيرة فيه لأنه عقل التجاري اللي أثبته في مجال الرياضة كبير كثير فحيكون فيه رهان عليه أنه ييجي ويمتشل النادي ويرجع لوضعه المالي الممتاز جدا فالربما برشلونة مش بس رجع مدافع ولا رجع واحد ساهم معه بالألقاب كثير وفاز معه بكل شيء بل الربما يكون رجع أيضا رئيس نادي وعلى سيرة رئيس النادي فيه حدا غيره عملها وهو رقم واحد معنا إخوان سيباستيان فيرون لعن مع ستوديانتس 94-90 بعدين رأى على بوكا جونيولز بعدين على سامدوريا بعدين على بارما بعدين مع لاتسيو في قمة الشهرة ثم ماني يونيتد ويتشلسي في إنجلترا أموره ما مشى التمام فقرر يرجع على بيته أستوديانتس عام 2007 هناك بقي خمس مواسم حقق خلالها لقب ريبرتادورس عام 2009 ولقب دوري عام 2010 ألقاب بس لو اكتفينا فيها بتخلي عودة بيرون عظيما لكن القصة ما بتخلص لهون لأنه في 2012 غادر الفريق وراح يلعب مع نادي أرجنتيني اسمه برانسن سنة واحدة وقدنا الأمور انتهت لهناك لكن اتفاجأنا إنه عبينزل على انتخابات رئاسة نادي ستوديانتس وبفوز فيها وبصير رئيس النادي عام 2014 ويحاول ينتشل النادي من المشاكل اللي كان ورطان فيها ماليا وإداريا وقتها وعد الجماهير إنه مش جاي يمسك رئاسة ستوديانتس عشان يمسك رئاسة الاتحاد الأرجنتيني بعد سنة أو سنتين إنه أنا جاي هون عشان أقود النادي إداريا وأوفى بوعده بس القصة ما خلصت لهون لأنه ب2016 قرر فيرون يعمل عودة قوية جدا وكبيرة جدا بطريقة غريبة جدا رئيس النادي بيعلن إنه لو باع النادي 65% من تذاكر الملعب الجديد حيرجع يلعب كرة قدر وتم بيع التذاكر بسرعة وفيرون أوفى بوعده وعد بموجب عقد طوله 18 شهر الراتب شبه رمزي ما بياخد شي فيه منه بجيبته كل فلوس اللي حيتفعله إياها حتروح للمصاريف التشغيلية في النادي فيرون بعد ذلك أنهى مسيرته في 2017 كانت عودة عظيمة فيها لألقاب وفيها إدارة وفيها ملعب جديد وفيها مشروع رياض جديد عودة شاملة كاملة فيه اتنين بحب أذكرهم من اللي عادوا فوق التوب 5 باهديكم إياهم بمناسبة ما في مناسبة بس حب أهديكم إياهم اللي هم عودة دي دي دروكبا في 2014-2015 رجع دروكبا صح سجل أربع أهداف بس بالبريمير لي لكن قدم عمق مهم جدا في خط الهجوم سجل في مباريات مهمة زي ما منعرف مع توتنهام وماني يونايتد أيضا أحداهم وهذا اللاعب فاز بالدوري وفاز بكأس الرابطة بحاولته اللاعب اللي راح بطريقة عظيمة جدا لما كان عم بسجل بـ 2012 في بايرل وبيجي بركلة الترجيح أيضا بعد ذلك وبتوجد شلسي بلقب دوري الأبطال الأول رجع وخرج أيضا بعد موسم واحد بشكل عظيم فايز بالدوري وفايز بكأس رابطة وفي عودة كثير جميلة وبتحس فيه لاعب خلاص يعني هذا بيته الثاني اللي هو كلاودو بيتزارو مع فيردر بريمن رجع لهم أربع مرات 2008 2015 2018 لمستوى إنه بريتشار ريبورت يوما ما غرد وقال عنه هذا اللاعب ما بيعرف يعيش ابعيد عن فيردر بريمن قصص عودة جميلة قصص عودة تعلمنا أشياء مهمة إنه ربما تكون في مكان ما بيدفع لك أحسن شي أو ما بيقدم لك أفضل شهرة إعلامية لكن ربما يكون هذا المكان هو أفضل مكان إلك عشان تكون أنت أفضل نسخة من نفسك إنه ربما يازم تفكر برتين لقبل ما تتحرك من المكان اللي أنت مرتاح ومتألق فيه إنه ربما مش كل الأراضي بتصلح لكل أنواع البذور وربما أرقى وأغنى وأفضل أنواع الأراضي لو وضعت فيها بعض أنواع البذور ما بتعيش فمش كل أرض ملائمة لأي بذرة وهذا الشيء منتعلم فيه بحياتنا ومنتعلم فيه بكرة القدم ومنوصل هنا نهاية حلقة توب 5 اللي بدكتكم تتركوا لايك عليها وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله